لقد شوطنا الواحد والعشرون والخاص ايضا بالابكار المهجنات فئة الانتاج والمنتجين على البركة نسير في هذا الاندفاع القوي هذا التحدي المميز مباشرة ننطلق الى مقدمة الشوط والى الصدارة ونتعرف ايضا على هذه الاسماء المشاركة هذه اللي خذت المركز الاول بالصغان مبخوت بن عبدالله بالضبيعي يتقدم في المركز الاول من هالي على المركز الاول بينما المركز الثاني شعار بن بيشان شعار بن بيشان خذ المركز الثاني يتقدم من خلال تواجد اللي هي مشاهدين العزاء هذه انذار احمد او حمد بن محمد بن بيشان يصل بهذه اللحظات المركز الثالث هذه مغامرة مغامرة بشعار المغامر تصل بهذه اللحظات يقدم مغامرة محمد بن معتوق بن شامس العامري بو حمدان بينما اللي في المركز الرابع اللي في المركز الرابع هذه قدومها قوي للغاية وصولها ممتاز ودخولها مميز اللي خذت المركز الرابع هذه رند رند تأتي لسعيد بن منانا بن غدير يتقدم في هذه اللحظات مع رند في هذه اللحظات وتأتي بهذا الاندفاع بينما الدخول الاخر من الزاوية الاخرى والقادمة ايضا هناك ايضا اللي هي ضبية ضبية لمحمد بن علي بن يعيل المنهالي يتقدم بن يعيل صاحب نقطة يوم الامس ياتي اليوم يبحث عن نقطة اخرى بينما انا بدوري اخذ المركز الخامس واجد في المركز الخامس هذه الخالدية محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي راعي الخالدية وصل خل المركز الخامس المركز السادس هذه بن صغان محمد خوت بن عبدالله ضبيع المنهالي أيضا تقدم من خلاله هذا الاسف المركز السادس بينما نأخذ المركز السابع المركز السابع والأسماء القادمة وصلت هذه لحظات مزنة سعيد بن عبيد بن مرشد يقدم لنا مزنة بينما الدخول الآخر من ميعاد سعيد بن حمد بن الأسود العامري مرحبا يا بن الأسود وشعارك الغني عن التعليف بالإنتاج والمنتجين بالأسود أحد الشعارات الغنية عن التعليف بالفعل بينما وصايف مطر بن سعيد بن متعب الرميدان الأعفاري يقدم شعاره أيضا بهذا الأداء المتميز وهذا الشعار اللي سجل معنا إنجازات قوية يقدم لنا أيضا هنا إنجاز مميز من خلاله هذه المتابعة بينما هناك محاسن حمد بن سعيد بن مهنة المحرمي مرحبا براعي شاهين مرحبا براعي شاهين في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذه الانطلاق يا لها من اسماء بعد العشر يا لها من شعارات بعد العشر هذه مكيد أحمد العبدالله بالطير العامري وصلت مكيدة وبالطير وشعاره الخطير يتقدم من خلال مكيدة ولكن أنا أعود إلى مقدمة الشوط أعود إلى الصدارة والمركز الأول ومقدمة هذا الشوط وصدارته وتحدياته في اندفاعات هذا الصباح ما شاء الله أمغامرة 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 من معتوق يتقدم في مغامراته الرائعة والتي دائما تأتي أيضا بالنجاح محمد بن معتوق بن شامس العامري تتغير الأمور مع الخالدية محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي يأتي مع الخالدية في المركز الأول ويقدم لنا الخالدية في الصدارة في مقدمة هذا الشوط المركز الثالث هذه ضبيا محمد بن علي بن يعيل المنهالي المنهالي وصل المنهالي تقدم بينما رند يأتي سعيد بن منانا بن اغدير ويأتي أيضا في هذا الاندفاع سلوم بن علي ليحافي أيضا يتقدم من خلال هذه المتابعة بينما ميعاد سعيد بن حمود بن سود العامري وصلت ميعاد وبالأسود يقدم لنا ميعاد في هذه اللحظات مشاهدين العزاء متابعين الكرام أيضا يأتي ويقدم هذا الاسم الدخول الآخر من خلال تقدم وصايف مطر بسعيد بن متع برميدان الأعثاري وصل الأعثاري برميدان يتقدم من خلال هذا الأداء ومن خلال هذه الانطلاقة المميزة والرائعة ما شاء الله تبارك الله شوفوا الوصول من اندار حمد بن حمد وهيد بن بيشان وصل بن بيشان يتقدم وهناك التماس أيضا أوهمة لحمد بن حمد وهيد بن بيشان العجمي وصول جديد من متعة لمحمد بن منصور بن سالم العامري هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدين العزاء بينما الضبي حمدان بن عبد الله بن محمد الكيل العامري أول ندل الضبي بشكلها الأنيقة وأداها المتميز الكيلومتر الأخير المثير بإنجازاته المثير بتحدياته المثير بسرعته ولكن الدرعي مع الصدارة محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي يقدم لنا الخالدية الخالدية اللي هي على المركز الأول بينما المركز الثاني محاسن محاسن حمد بن سعيد بن مهنة المحرمي وصلت محاسن وتقدمت محاسن بينما المركز الثالث الوصول والدخول هذه اللي في المركز الثالث ضبية محمد بن علي بن يعيل المنهالي المركز الرابع وصلت هذه اللحظات ميعاد سعيد بن حمد الأسود العامري بينما رندم من الزاية الأخرى سعيد بن منانا بن اغدير يقدم لنا هذا الاسم هذا الشكل والفعل الكبير والشكل والحجم صغير ولكن أداها ماشاء الله التهينا نعد الأرقام ولكن بنمهننا راح بنمهننا راح ما شاء الله وتبارك الله هذه محاسن حمد بن سعيد بن مهننا المحرمي يقدم انتاجه الفاخر وينفرد انفراد كل راعي شاهين إذن تهانينا والنموس وسلاماتنا لهالي العين دار الزين على فوزي محاسن حمد بن سعيد بن مهننا المحرمي سلامي عليك يا أيضا يا ابو سعيد على هذا الفوز والانتصار وهذه النوعية الجميلة المقدمة من خلال حمد بن سعيد بن مهننا المحرمي المركز الثاني وصلة الخالدية محمد بن علمي سعيد بن حمود الدرعي المركز الثالث سعيد بن حمد الأسود العامري المركز الرابع هناك الضبي حمدان بن عبد الله بن محمد بن كيل العامري المركز الخامس متع محمد بن منصور بن سالم العامري تهانينا والنموس على هذا الفوز على هذا الانتصار على هذا التمييز هنا نعود بالتوقيت الزمني سبع دقائق تسعة وعشرين ثانية وجزء واحدة من الثانية محاصن حمد بن سعيد بن مهنة المحرمي المركز الثاني سبع دقائق واحد ثلاثين ثمانة جزائي من الثانية الخالدية محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي المركز الثالث سبع ثلاثة ثلاثين جزء واحدة من الثانية ميعاد سعيد بن حمد بن أسود العامري